البداية باش تكون بالصحف زياد الهاني والكرونيكور في برنامج اميسيون امبوسيبل مع برهان بسايس وين أفادت المحامية اسلام حمزة البارح أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بصحف زياد الهاني على خلفية تصريحات إذاعية في برنامج اميسيون امبوسيبل والسبب كل ما قالها بين قوسين كازي انقد فيها وزيرة التجارة وين اعتبرتها النيابة العمومية فيها تجريح في شخص الوزيرة نمشي للتفاعلات من بينهم نقابة الصحفيين اللي أدانت النقابة الوطنية لصحفيين التونسيين قرار الاحتفاظ بالصحف زياد الهاني وقالت النقابة انه انحراف وكيل الجمهورية بالإجراءات الأساسية اللي ضمنها دستور 25 جولي 2022 يعد انتهاكا للحق في حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر معبر عن رفضها الملاحقات القضائية المتواترة لزياد الهاني واللي تهدف إلى إخراس صوته الناقض استعمال العبارة كازي هو السبب اللي على أساسه تم الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني نبدأ بك يا حاتف ولاي أنا الحق متقلق برشا خاطر الحرية التعبير رأي مسؤولية الجميع معناها مشكن النظام نحن زادا يجب نقعد أحرار خاطر المكسب الوحيد وهنا الموحيد بستطر عليها بزوز أستر خلقوا عمني وكنتستطر عليها بزوز أستر خاطرنا نشوفه في الحالة اللي وصنيه لها الكل دونك المكسب الوحيد هو الحرية التعبير وحرية التعبير اللي هي وصلت حتى الناس اللي تود تحكم في تونس ووصلوا للمناصب متاحهم ووصلوا لمناصب القرار بحرية التعبير بتحرر الشعب من الظالم ومن المستبد وخروج وكلمة ملك تصور معناها لم تم تطبيق قانون من أول الثور الثور من 17 ديسمبر رايب شو ناخده بخاطر السلطة من 17 ديسمبر أنا كنا معناها في السجون تقول لي فما إكسي تقول لي أنتي أنا شخصيا ما نستعملي إيش الكلمة ما نحطها في حياتي لكن في وسط داركم ولا كما بنحكيه وبكري إنو نحن نحضره في التاست اللي تاستينيه قش قلتنا رفيق قلت أنتي قدامك تبدأ بحذيك بوك ولا أمك ولا أخوك ولا ولدك تستعملها مايش كلمة قبيحة مايش كلمة عيب معناها بيصير وحد النصبه مش يقول هالبوه بس أين ولا لأمه ولا لأمه ولا لأمه ولكن النجم نحكي أنا ومرتي أنا وامي أنا وبابا نقول هذيك فليل اللي يخدم معايا الكازي ساحبي ذيك الكازي معناها مايش كلمة عيبة كليك يتقولها تقول سمحني ولا هذي مش كونوا واضحين بعد أنها كلمة ما تتقالش في حق وزيرة كيما قولوا بلزانتري دو موفيغو نقولوا ديكلاراسيون دو موفيغو لا يستقي مثلا أنا كن في البلاتولة هنا ويقول عندي كرنيكور بش قولوا لا ميجيش مش حلوة نبدلوا الكلمة فقيلة هذي عاد هذي أنا مثلا هذي رأي مو نرجع لكين دي حد ما هل تهزنا لليقاف اليوم سي اكزاجري ستنيك سي تزيل وحاجة ما تمنش اله ما تمنش هناك وانا انا كيخال عندي كرنيكور بعد نعم بيريني يقولوا أمون الكلمة متاع القهوة لي ما نقولوا هيش مش حلوة ننقد الوزير وعندي معه مشكلة مش عاجبني كذي كازي فيها شوي هكي مش ثلب ومش تتيح قدر مش حلوة مش حلوة مالحبس أغزر أغزر نتمنى معناها القضاء ولا في القضية هذي يجيبوا واحد عالم في اللينجويستيك علش استعمل كلمة هكيكة تستعمل كلمة هكيكة بش تخرج معناها بش تأكد على حاجة معناها بش تأكد اللي انتي مكش موافق مع السيد اللي انتي مكش فرحان دونك نجبوا نستعملوا وهذيك لاريشيس متاع اللغة متاع الشعوب رأي في الكلمات هذي وأصل الكلمة نحنا فركزنا معنا يا برشة أكرب حاجة للواقع خطر دير جمت يعني من أغنى اللغات خطر أنا نعتبرها اللغة أنا دي موقفي الشخصي من أغنى اللغات بالكلمات اللي جاي من برة خطرت سبع وعشرين ملة دخلت التونس وعاشت في تونس وتمكنت من تونس جاي من عد المغول يقول لك الكازي هو قائد الحال هو الغازي الغازي ما الكازي هي لذيك الأقرب كلمة دونك ما هيش كلمة معناها قبيحة ولا كلمة بالإيطالية كازي ولا كازي ما هي المعنى بتحها الحالة فهمت ما هيك تقول ملة كازي كنا قلت ملة حالة هذا المعنى نحكي على الكازي لك نحكي على الحالة هي حمالة اليوم أنا حتى نتصور المحامين المرافعة بشكون على أساس تفسير كلمة كازي وأصل كلمة كازي ودلالات كلمة كازي اللي أجمعنا عليها الكل ويذروري مفهمة حتى حد ينجم يخالفنا فيه أنه كازي كلمة مش حلوة ولكن ما هيش كلمة نحشي نحشي مش نقولها قدام العبيد ولا حادي تخرج معناها تخرج معناها اللي يقولها مش مش معقولي بيت في الحالة السجن مرارش محمود شوف رفيق أنا رجعت البارح رغم لي كمان لماخر ولكن رجعت مش نفهم كلمة كازي إخي القيت أمثلها وتنتبق علينا المثال ينتبق علينا أول حاجة كي ما يقول زيادة يقول لك النفس نفس ملوك والحالة حالة كازي معنا تحس الراس في اسمها وزويل يتاكاك نحن نتبق على الشعب التونسي بكل نفس نفس ملوك والحالة حالة كوازي ولقيت حتى أبو ذكر السفاحي الصحافي في الصريح عام 2018 حكاية تفسير كلمة كازي شكال كان فما مرات تشتغل في بيت قبل كنا نجيبه مع الأسف نساء من اللون أسود اسمها شوشينة تعمل في الحلو في الدار قلقوا أزود ذبانات مشيت للقاضي تشكي بيهم اخزر القاضي أعطاها دابوس عصاها كبيرة وكالك يجيك الظبانة أضرب الزو الزو الزبانات الزو الزبانات هي قاعدة غاديكا مع القاضي وجيوا على وجه القاضي تشدك الدابوس وتضرب به القاضي مات جيوا الحراسي قتلهم يما يتكلموا خاطر أصلها من السودانية قتلهم عشبية مات الكازي مشي كازي زي جي كازي وكادة العملية وذيك كازي نطقتها كازي برشة تأويلات كما كالحاتم بشتركة برشة برشة وصول للكلمة أنا ش حبيت نقول حبيت نقول اللي سيفري أنا مثلا واحد من الناس ما نستعملهاش زينة بشقول على وزير ولا واحد ولا حتى على عبد معاتهم ولكن رأوا انه تستعملها وتوقف ليلة في الحبس خاطر نعتقد هنا ما نتصورش انه الدولة متاعنا بمؤسساتها برئاسة جمهوريتها مش يقبلوا انه فما صحافي في 2023 موقف على كلمة كازي دوك نتصور انه اليوم بشي اخر زياد لهاني ولكن هذا الكل ما يمنعش انه فما صحافي بات ليلة في السجن من أجل كلمة كلمة تتقال ودرجة عنا في اللغة العامية متاعنا ونستعملوها كل يوم ونستعملوها في في الشارع وفي الدار كما قلت انت يا رفيق قدام بوك قدام ومك حتى في الجنوب احنا موساعات فما كلمات ما قلوهمش في الجنوب تتقال في كامل تراب الجمهورية دوك اليوم انا حسب راي مرافعة بش تكون بش نفاد لكم واني يقول لك حتى رئيس الجمهورية والله انت صورته هو شخصيين يدخل كلهم يودي كيفاش على كلمة كازي ساي بركازي بجي كلهم ساي بركازي على زياد نقدم بحاجة بركز ربي ندية للمواطنين بصفة عام للوخيين اللي رانا كنا وخيين نعيش وتفي نفس هالرقعة ترابية راك اليوم كيت تتشمد في إيقاف صحفي في إيقاف رجل أعمال في إيقاف فما قانون وراه الإيقاف نحن كشعب نيخذوا في حقنا كده يبدأ بيصير يثبت القضاء اللي هو ايدين ولا ما خالف القانون لكن الشميتة السيستيماتيك راهو نحن ديما نعاودوها راهو يلزم فما حاجة علوية حاجة نتفاهم عليها حاجة تجمعونا راك أنت اليوم ذكيك النهارة اللي يصير عليك بيش تبدأ وحدك في زنزانة في الليل وتقولش بيه العبيد موقفوش معاي راهو بيش نمنعو بلادنا وبيش نمنعو التعايش وبيش نوفاهم معناها يكون عنا أمل ونحن توا عنا عاق زادمين على عام جديد كن بيش نكملو هكا راهو وعلينا السلام وعلينا السلام وهل من آذان الساغية عودنا الخطاب هذا ألف مرة ياولادي لن تبنى هذه البلاد على هالكره وعلى هالحقد وعلى هالشميتة لن تبنى ما كومش بيش تسنعوا بلاد جديدة راهو شوفوا العبيد اللي وقفت وتصنعت حضارات وولد بلدين ماتوا ما موقفوش بالعارك وبه هالشميتة وبهالكره والشعب الفروسترية والناس كل تحب الناس كل في الحبس وزيد اليهين يعنيش أنا شامت فيه داخل الحبس بارت خط نقرة في الكوموتان القناة الأمان الأغلبية يا شامتة وش عادي منام وش عادي حتى بربي بمنطق أعلام وفما أعلام سامحوني في العبارة عصباح بوبال موجود من 2011 لليوم وفما في البلدين الكل وفما أعلام ومسؤول وناس غلطت وانوتو ما قايمون هاجم ناس قايمني أنا من ناس لي غلطت إيهما الخائبة ذاك اللي انتو موليتو تحطوا ناس كل فارت ساك انتو مروا اللي تسموه وتو تم مسؤولين انتو ما تبارتجيوا في الحاجة الخايبة انتو ما تطلعوا للوديونس لحاجات الخايبة انتو ما لازل ناصر تعطيو للحاجات الخايبة ستوتنسير كل ماناها اللي خلّ الحاجة لك الخايبة تدفو على السطح اليوم ما تجيش تحسب كأنهوا كلنا مسؤولون انتي تفراشتوا عملتوا ديوه 40% و 50% الحاجة منطقيا ما يتفرشوا حتى حد ما جيش اليوم تسيب نقمتك على الاعلاميين الكل ما تدخل زيد الهيني ما انا يخدمنا اروحه الصحافي يكتب كده يعندوا مواقف سياسية نجم تكون صحة نجم تكون غالطة ولكن شميتها في الدخول للحبس هذه حاجة مش مفهومة انا نعديه اليوم اربعة دراج ونص عو اكيد لبلتويت الكل في كازي وبعد محامي مش مش يحذر اصل كلمة كازي وترافع قدام قادي رأوا عنده سبع الاف دوسي قدامه بش يقعد يفهم اصل كازي وكذا هذا اللي مش مش وقته هذا اللي مش وقته يا ولادي هذا مش وقته بلاد عنا بش تبنيه عنا بلاد بش تبنيه من الفين واحداش لليوم مع معناش خطوة القدام هبو زيد ونخسر الوقت في هذا يلا نزيد ونخسر الوقت في هذا تعرف الله يا رفيق كلمة بركة في برك فما محب من الاتحاد الرياضي المنسيري موقف توا عنده قداش موقف على خاطر تاق على حيط معنتها وحالة الصحية متردية وشام وناجح في القرية واحد شو وين وصلنا يودي تاق على حين نقد فيه اللي قد راوا من نجموش الفين وثلاثة وعشرين نوقفوا شباب هكا راوا ينزم السيد رئيس الجمهورية نرجعوا راوا سيد رئيس جمهورية يقول والسيدة وزيرة التجارة تقول اينا قال فيك هكا وانا اترف عم سينها معنا تكون هي سيلي خير من زياد الهريكان هو السين وخان وقال كلمة مش متاعي ذاعة ما تتقالش في حق وزير اينا الوزيرة نكون خير معنا والله كانتش كل دانا في وزرك بل والله ينحشى من التوى كرار والله بالحق والله يا رفيق والتوى فما وزير قلت كلمة وما فيها حد شي معانتها قلت له متعوديش 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 قلت تعطاها الوقت بشوال ليت وزير وقاعد قدامه في البلاتو من بعد روحت للدار وزي التليفون وكلمت وما صار حد شي وقلت له نعتذر على الكلمة والوحدة معنا انت كنجين احنا توى في الوقت هذا وقلنا لكلمة ليكا مراك في الحبستان انا عندي راو خمسين سنين مراك من فين مراك في سيبيريا مراك في سيبيريا